السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو نهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل براء او حمالة للصدر بطريقة سهلة وبسيطة اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجبكم بسم الله الرحمن الرحيم هنشتغل مع بعض النهاردة بخيط متوسط الصمكة مع ابرة رقم 3.5 مليمتر البراء بيتكون من قطعتين زي القطعة اللي احنا شايفينها مع بعض دلوقتي انا شغلت القطعة دي مع نفسي وهنبتدي نشغلها مع بعض دلوقتي قطعة زيها بزر هنبتدي نشتغل يا بنات على تلات ارقام في المقاسات احنا عندنا في المقاسات في سمول وميديم ولارج واكس لارج واتنين اكس لارج وتلاتة اكس لارج يعني ستة مقاسات هنبتدي نقسم كل اتنين مع بعض تمام اول مقاسة عندي هبتدي اشتغل عليه وهو انا استخدمته في الوحدة دي النهاردة هنشتغل به ان شاء الله هو ستة سنتي ستة سنتي متر او نكتبها بالعربي كمان ستة سنتي متر الستة سنتي دول يعني انا بشتغل عدد سلاسل بداية عدد سلاسل بداية اللي بتشتغليها بيكونوا ستة سنتي احنا لما بنيجي نقيس بنقيس من عند مكان مش يعني الورا دي ما بقس بيه المقاس الكيبر ده مش بقس بيه طيب هنا عندي المقاس ببتدي من عند الجزء الابيض مش من عند الزيلو يعني بحط الجزء الابيض وبتدي ايه من عنده لغاية الستة سنتي تمام? طيب انا هنا دلوقتي لو هشتغل مقاس سمول او مقاس ميديم بشتغل ستة سنتي طيب ايه الفرق طبعا اللي بيكون عندي في الوحدة من المقاس ده للمقاس ده? عدد السطور. انا هنا مسلا اشتغلت عشان الابرة وصمك الخيط. اشتغلت كم? اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. مفروض انا لو ما عنديش الشكل الاخير ده اللي سطرين الاخرانين دول. هشتغل تمانية او تسعة سطور. ده بالنسبة للمقاس ايه? اللي هو ميديم. طيب لو سمول هنقلل سطرين. يعني كل مقاس بيختلف عن المقاس اللي قبله. بالنسبة طبعا لدي ستة صنط هي سبتة للاتنين. الاختلاف بيكون عندي في اني مسلا مقاس سمول بدل انا اشتغلت سبعة. لأ هشتغل خمسة. خمس سطور بس في تمام? وبالنسبة للمقاسات اللي بعدها هنشوف برضك. هنا هنشتغل آآ نبتدي سلاسل البداية بتمانية سنتيمتر. تمانية سنتيمتر. بالنسبة للارج والاتنين اكس والتلاتة اكس هنشتغل بعشرة سنتيمتر. عشرة سنتيمتر. طيب اه انا ممكن ازيد عن كده اه احنا ممكن نوصل لو انت عايزة مقاس اكبر من كده تبتدي باتناشر سنتيمتر. ليه اللي اكبر طبعا يعني اربعة بقى اكس. او خمسة. تمام? خمسة اكس. تمام? يبقى احنا عارفنا كده المقاسات اللي احنا نقدر نشتغل عليها لآآ لأي مقاس او اي فئة عمرية. طيب انا لو حاب اعملوا البيبي لأ مقاسات البيبي هنقولها مع بعض في فيديو تاني وهشرح لكم موديل برضك بيكون خاص بالبيبي. طيب بالنسبة المقاس الدوران اللي هو بيكون حوالين الجسم او حوالين الصدر. المقاسات دي موجودة عندنا في جدول مقاسات الجسم السيدات موجود لها فيديو على القناة. اللي حاب يتابعها يعرف كل المقاسات اللي احنا ايه ممكن نحتاجها. طيب مقاس ميديا من النهاردة. هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. نسيب مسافة من الخيط. وباليف الخيط حلقة على الهواء. انا هنا في الوحدة دي اشتغلت اتناشر سلسلة. بسم الله بدخل في الحلقة اللي عملتها. اسحب الخيط واخرج. طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. بنقول بسم الله وبيكون معانا على الابرة حلقة. باسحب الخيط وبخرج منها عشان اعمل سلسلة. كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. اتناشر. بسيب السلسلة او السلاسل آآ بتاعتي كده على الترابيزة او تيبل. ببتدي جيب الميس. زي ما احنا شايفين. انا كده عندي ايه? عندي وانا هما ده الميس اللي ما هبتدى اشتغل عليه. الوحدة بتاعتي النهاردة. طيب. الوحدة احنا بنشتغل على احداشر غرزة من هنا و احداشر غرزة من هنا. الغرزة الاتناشر بتكون هي منتصف الوحدة عندي اللي بتكونني الشكل ده。 الغرزة دي فابتده اشتغل فيها ايه? الزاوية اللي هي بتكون عنديxton في طيب. عاوزين يا رب بس ايه? المقاس اللي موجودة عندي هنا. واي مقاس طبعا انت بتوصليله انت بتشوفي المقاس اللي بيكون حوالين آآ دوران الصدر بالكامل. وتطرحي منه المقاس اللي هيطلع لك هنا ده. يعني انا عندي دي كده القطعة دي عشرين صمتي. تمام? وهيكون واحدة تانية عشرين يبقى اربعين. يعني انا لو عندي آآ دوران الصدر بالكامل. آآ تمانين. يبقى انا عندي هنا كده ايه? العشرين والعشرين? اربعين. وهنزود عليهم بقى ايه? الحمالتين اللي بيكونوا في الظاهر عشرين وعشرين. تمام? آآ لو عندي ستين دوران الصدر هنشيل الاربعين ويبقى فضل العشرين نقسمه مع الجانبين. تمام يا بنات? وحملت اللي هي طبعا الحمالة نفسها اللي بتكون بتربط حوالين الجسم نفسه. انت تقدر تعمليها المقاس اللي انت حابها. يعني اتزاوديها تقليليها ما فيش اي مشكلة. احنا طبعا هنشتغل على المقاس بالزبط. ببتزي بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بارتفع سلسلتين واحد اتنين وبيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع ومش محسوبة معايا من العدد. هنشتغل بغرزة العمود بلفة بيكون معايا على الابرة حلقة. بلف لفة واحدة بقوا حلقتين بسيب سلسلتين الارتفاع ومش بحسبهم من العدد. هاروح للحلقة الخلفية باكلوب من السلسلة ادخل. اصحب الخيط واخرج معايا على الابرة تلات حلقات. باسحب الخيط بخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هاسحب الخيط واخرج من كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة احداشر. طيب كده الاحداشر عندنا رقم. طيب هنا رقم اتناشر. اتناشر بنبتدي نشتغل فيها خمسة غرزة عمود بلفة في نفس الفراء. هو هو نفس الفراء. واحد تلاتة اربعة وخمسة. الخمسة بيكونوا في نفس الفراء. ليه? لان بيكون عندي اتنين هيكونوا آآ يخصوا الجهة دي. واتنين هيكونوا مع الجهة التانية. اللي عمود في المنتصف هو اللي ببتدي اشتغل عليه الزاوية في السطر ايه اللي بعد? طيب نبتدي نشتغل تاني على الحداشر غرزة اللي احنا اشتغلنا عليهم في الجهة التانية. هنا خيط البداية بجيبوا معي ظهر الغرزة عشان ابتدي اخفيه معي. هنروح للغرزة قصاد الغرزة على طول. ناخد بقى لحلقتين الباقيين من السلسلة. ده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد وعشر. سلسلتين الارتفاع انا مش بشتغل فيه مبينة مجرد سلاسل الارتفاع. طيب كده ابتدى معي الشكل يتكون. طب انا محتاج ارتفاع للسطر التاني. من نفس المكان اللي انا فيه هبتدي ارتفاع سلسلتين واحد اتنين. وزي ما اتفقنا مع بعضهم ومجرد سلاسل الارتفاع مش محسوبة من العدد. بليه في شغل الناحية التانية? وهبتدي اشتغل على كل غرزة غرزة عمود بلفة. لغاية ما بوصل لفين? لغاية ما بوصل للغرزة في منتصف الخمس غرز. يعني الغرزة رقم تلاتة من الخمسة. ببتدي اشتغل فوقيها خمسة غرزة عمود بلفة. طيب. تحت كنا بنتدي نشتغل بحداشر غرزة. لما هزود عليهم غرزتين من الخمسة دول هيكونوا معايا كام? حداشر يبقى اتناشر تلاتاشر. كده واحد ارتفعت السلسلتين مش محسوبين من العدد بمعنى ان انا هشتغل في الفراغ الاول. تمام? كده واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. طيب كده الحداشر اللي احنا اشتغلناهم ناخد من الخمسة اتنين كمان. كده اتناشر تلاتاشر. سلاسة عشر. اصبح السطر معي جهة اليمين تلاتاشر وجهة اليسار تلاتاشر. الغرزة رقم تلاتة من الخمسة اللي كانوا عندي في الزاوية بشتغل عليهم عليها كمان خمسة غرزة عمود بلفة. في نفس الفراغ واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وخمسة. نرجع نشتغل على التلاتاشر غرزة. تلاتاشر غرزة عمود بلفة زيهم. هكمل بقى حتى نهاية السطر وارجع لكم نكمل السطر الجديد مع بعض. زي ما احنا شايفين كده وصلت لنهاية السطر. لسه طبعا محتاجة ارتفع. سلسلتين واحد اتنين. ولفي شغلك الناحية التانية. هيبتدي هنا طبعا السطر بيزيد معي. احنا في كل سطر المجموعة اللي عليهمين والمجموعة اللي عليسار بيزيدوا غرزتين. ليه? لان احنا الخمسة اللي بنشتغلهم في المنتصب بناخد منهم اتنين للجهة دي واتنين للجهة التانية. يبقى كده عندنا كان تحت عدد الغرز قبل مكان الزاوية بيكون تلاتاشر. في السطر ده هيكون خمستاشر. بسم الله واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. عشرة. احداشر. ناشر. تلاتاشر وكده وصلنا لمكان الخمس غرز بناخد منهم اتنين يبقى كده اربعتاشر. وكمان واحدة يبقوا خمستاشر. طيب وصلنا كده للغرزة رقم تلاتة في المنتصف الخمسة اللي اشتغلناهم في السطر اللي فات. فوق الغرزة دي بشتغل زاوية جديدة مكونة من خمسة عمود. في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة. وخمسة. طيب. ببتدي بقى اكمل على الجهة التانية بشتغل على خمستاشر غرزة. خمستاشر غرزة عمود ولفها زيهم. وبفضل اكرر الطريقة دي لغاية ما بوصل للمقاس اللي انا بكون محتاجة. زي ما قلت لكم انا هنا بشتغل يعني انا لو كنت بشتغل مقاس هنا اشتغلت واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة وكمان مفروض كان بيكون عندي سطر كمان ده لو انا بشتغل الحمالة دي او الجزء ده بدون آآ السطر الاخير ده او بدون الشكل الاخير. تمام يا بنات بيكون بس على شكل ايه الاعمدة. فبشتغل تمانية سطر. آآ احنا هنا اشتغلنا سبعة لان احنا اشتغلنا السطر اللي بعده ده واللي بعده الاتنين اللي هما بيشكلوه للشكل بتاع ايه احاملت السطر النهاردة. فاحنا هنا اشتغلنا سبعة لو هشتغل مقاس سمول هشتغل خمسة. خلاص? ده بالنسبة طبعا ايه? ليه عدد السطور اللي احنا بنشتغله? طيب بالنسبة للمقاس اللي احنا بتدينا بيه هو ستة سنتي. فبكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل يكون عندي سبع سطور. لو حابين تزودوا السطر اللي انا آآ لغيته. مفيش اي مشكلة. وبعد كده بتبتدي تشتغل السطر اللي احنا هنشتغلهم في نهاية القطع. هكمل بقى انا السطر دوات وهشتغل كمان عليه اربع سطور بنفس الطريقة. اني بشتغل فوق كل عمود عمود. بدايتي بتكون سلسلتين ارتفاع مش محسوبة من العدد. ببتدي اشتغل من الفراغ الاول عمود 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 لغاية ما بوصل للعمود في منتصف الخمسة اللي هو بيكون رقم تلاتة. بشتغل فوقي خمسة غرزة عمود بلفها. وفي نفس الجهة المقابلة ليه اللي هي اليسار بشتغل بنفس الطريقة عمود على كل عمود بيقابلني. بكمل حتى نصل الى سبع سطور وهرجع لكم نبتدي نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص اشتغلنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سطور زي ما احنا شايفينهم بالشكل ده. في المرحلة اللي جاية ببتدي بقى اكون الشكل او الاطار الاخير من الحمالة اللي احنا ايه بنشغلها مع بعض. هنبتدي نشتغل في بداية السطر ده اربعة سلسلة. واحد اتنين تلاتة اربعة. هليف شغل الناحية التانية. هسيب هليف الخيط على الابرة. هسيب اول فراغ وهسيب تاني فراغ. واروح لتالت فراغ وابتدي اشتغل تلاتة عمود بلفها في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. هاخد سلسلتين. واحد اتنين. هسيب من تحت واحد اتنين فراغ واروح للفراغ اللي بعده اشتغل تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلتين. ونلف الخيط على الابرة. واسيب اتنين فراغ. والفراغ اللي بعده تلاتة عمود. هاخد من فوق سلسلتين. بسيب من تحت فراغين. وفي التالت باشتغل تلاتة عمود. لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغلنا بنفس الطريقة اللي قولنا عليها. هاخد في النهاية سلسلة واحدة بس. وهسيب اتنين فراغ. واروح لآخر فراغ موجود عندي. واشتغل فوقي عمود بلفة واحد. يبقى كده. تلاتة سلسلة. ارتفاع العمود نفسه. والسلسلة بتكون رقم اربعة. زي ما احنا ابتدينا في بداية السطر. اربعة سلسلة. اعتبرنا تلات سلسل الاولى عمود بلفة كامل. والسلسلة هي المسافة ما بين العمود والمكان اللي روح اشتغل فيه. واحد اتنين سلسلة وهعتبرهم ارتفاع. فوق العمود الاول. هيقابلني بقى الفراغ اللي فيه السلسلة دي هنبتدي نشتغل فيه تلاتة غرزة عمود بلفة وهعتبرهم نصف مجموعة. تمام? يعني انا في الفراغ الاول ده بشتغل نصف مجموعة. في الفراغ الاخير بشتغل نصف مجموعة. في الفراغات اللي جاية كلها هتكون عندي مجموعة كاملة ومكونة من خمسة عمود بلفة. طيب احنا ممكن نزود يا رندا عدد الاعمدة اللي في المجموعة الكملة او ممكن تخليها سبعة او تسعة بس انا شايفة ان الخمسة هيكونوا مزبوطين جدا عشان الشغلة ما يترهلش معاني. تمام? نبتدي نشتغل كده. واحد اتنين تلاتة. خلصنا التلاتة عمود هنبص نلاقي التلاتة عمود اللي عندنا من تحت. هسيب اول عمود واخر عمود في العمود اللي في المنتصف. سنتر الاعمدة بدخل. انا هنا ما اخدتش اي سلاسل ولا ارتفعت. تمام? عندي حلقة على الابرة. بدخل الفراغ اللي هو العمود في التاني اللي في المنتصف. هسحب الخيط وهخرج معي على الابرة حلقتين. باسحب الخيط وبخرج من الحلقتين بغرزة حشو. نبتدي تاني بدون ارتفاعات. هلف الخيط على الابرة لاني هشتغل عمود بلفة. هدخل في الفراغ اللي فيه سلسلتين واشتغل خمسة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة وخمسة. خلصنا المجموعة بتاعتنا. هنبتدي نلاقي العمودة التلاتة اللي تحت. هسيب اول واحد وفتاني واحد معي على الابرة حلقة. بدخل فراغي. رقم اتنين. هسحب الخيط وهخرج معي حلقتين. هسحب الخيط واخرج من الاتنين واحد اتنين. وكده بكون شغلت غرزة حشو. وبقرر ان فوق كل سلسلتين بشتغل خمسة عمود. وروح في العمود اللي في المنتصف من تحت رقم اتنين. منتصف التلاتة. بابتدأ اشتغل غرزة حشو. خمسة عمود. غرزة حشو في المنتصف. خمسة عمود حشو في المنتصف. لغاية ما بوصل لنهاية الصد. بشتغل في اخر فراغ موجودة عندي زي ما اشتغلت اول فراغ تلاتة عمود. هنا اخر فراغ بيكون تلاتة عمود. لكن كل الفراغات الموجودة عندي هنا في منتصف الوحدة. ببتدي اشتغل فيها خمسة عمود وبقفلهم بغرزة حشو في منتصف ايه? الاعمدة التلاتة اللي تحت. بكمل لغاية ما اوصل لنهاية الصدر وارجع لكم كمل مع بعض. رجعت لكم تاني طبعا القطعة الاولى احنا بنشتغلها زي ما قلت لكم مع بعض. لكن القطعة التانية علشان نبتدي نشبكها في القطعة الاولى هنبتدي في اخر تلت فراغات نشبك مع بعض. هنا انا كنت بشتغل في الفراغ خمسة غرزة عمود. هبتدي اشتغل نصهم. هدي واحد. اتنين. ورقم تلاتة هشتغلوا. وبعد ما هشتغلوا هجيب الوحدة المقابلة ليا. الشكل ده. انا عندي فين المكان الاقصادي هنا على طول اهو. هكده واحد اتنين رقم تلاتة. هبتدي اسحب الخيط ده من هنا. هدخل في العمود. مصيبنات. هجيب الوحدة التانية اهي. من الوش ده. احنا ادي هنا واحد اتنين ده رقم تلاتة. العمود اللي في المنتصف فين? الخمسة واحد اتنين ده رقم تلاتة اهو. بدخل. اسحب الخيط اللي انا كنت سايبة هنا. من الجهة التانية. تمام? انا كده شبكت في الجهة التانية. هبتدي اكمل بقى العمودين الباقيين لي. واحد. اتنين. غرزة الحشو بتاعتي في منتصف الثلاثة اعمدة. زي ما هي. هرجع المجموعة اللي بعدها. واحد. اتنين. دول انا بسيبهم على اليمين. واتنين زيهم على اليسار. رقم تلاتة باشتغلوا. لكن ببتدي اشبك في. اشتغلوا بالشكل ده. وارفع الحلقة كده واسبها. هروح لي الوحدة التانية. هنا عندي العمود واحد اتنين. رقم تلاتة بدخل. تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين. هسحب الحلقة المقابلة ليا من الجهة التانية. واكمل للاتنين عمود الباقيين في نفس الفرق. واحد. اتنين. كالمعتاد بسيب اول فراغ وتاني فراغ بشغل غرزة حشو. هنا انا عندي بشتغل تلاتة. يبقى عمود منهم واحد بشتغلوا زي ما احنا شايفين. والعمود التاني هشتغلوا. لكن هشبك فيه. اشتغل العمود واسحب الحلقة بتاعتي. هنا العمود الاول رقم اتنين هو اللي ببتدي ايه? اشبك فيه زي ما احنا شايفين. واكمل العمود الاخير بالشكل ده. كده بقى انا ايه خلصت السطر ده وفي نفس الوقت شبكت الوحدات بتاعتي الاتنين مع بعضها. طريقة سهلة وبسيطة. ازا مش بتعرفي او مش بتتقني كويس انك تشبكي بابرة الكوريشي اشتغل الوحدة كاملة زي الوحدة الاولى مفيش اي مشكلة. وبعد كده بالخيط وبالابرة ابتدي خياطي التلات اماكن دول مع بعض. طبعا هو المفروض انا كنت عملت المسألة دي من بداية الشغل يعني من بداية السطر بتاعي. ليه? عشان ما قصش الخيط. انا كده مضطرة ان انا قص الخيط وابتدي تاني ابتدي من بداية ايه? الحمالة. لكن انا ما حبيتش بردك اعمل الخطوة دي معكم من البداية عشان ما تتلغبطوش معي. حبيت تعرف الغرزة بنشتغلها زي الاول. وبعد كده ايه? نبتدي نشبك المكان بتاعنا. فانتي سواء شبكتي في بداية الوحدة او في نهاية السطر ما فيش اي مشكلة. الاتنين واحد. بس هو الفرق الوحيد الواحد اللي كلنا ما بنحبهوش. ان انا هاضطر اقطع الخيط. فانا هاسيبكم دلوقتي افك الجزء ده كله تاني. وابتدي اشبك آآ من بداية القطعة. يعني بداية السطر بتاعي. انا مسلا هاشتغل هنا عمود. واشبك في العمود التاني. وارجع اشتغل في العمود التالت. واشتغل سطر بنفس الطريقة هي هي. لكن الاختلاف اللي هيكون الوحيد ان انا مش عايز اقطع الخيط وعايز اشتغل بشكل مستمر. في الحمالة الاولى انا بعد ما خلصت التلاتة عمود الاخرانيين اخدت عدد السلاسل اللي انا محتاجاه اللي هو هيوصل لي ايه? لدوران الجسم بالكامل. بعد طبعا ما طرحنا الجزئية اللي احنا عملناها دي. بنبتدي نزود بقى ايه عدد السلاسل اللي احنا محتاجا. هشتغل انا الجزئية دي بس هحاول ان انا اشبك بدل ما بشبك هنا هشبك من الجزء ده. يكون العكس معايا طبعا الجهة التانية. وارجع لكم ابتدي نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين بعد التحويل اللي انا عملته ان انا التغيير اللي عملته عشان تكونوا برضك مركزين معايا. انا شبكت معاكم في نهاية السطر اللي فات. لا انا رجعت السطر التاعي تاني فكيته وابتديت اشبك من بداية السطر. فاتحول المكان معايا الهنا ونهاية السطر معايا ان هيكون نهاية الخيط في الجهة اللي المفروض هعمل فيها الحمالة. يبقى انا هنا مش محتاجة ان انا اقص الخيط. اه في الوحدة الاولى انا بشتغل براحة لان هي واحدة اولى لانا لسه محددتش الاتجاهات تمام? فبداية في نهاية السطر برضك ببتدي اشتغل مجموعة السلاسل ايه? اللي بتكملي دوران اللي بيكون حوالين الجسم. هنا بتدي اشتغل مجموعة من السلاسل عدد السلاسل بيكون آآ مش محدد. بيكون السلاسل دي بتشتغليها على الاساس السنتيمتر الباقي معاكي من دوران الجسم. تمام? مش هحدد لكم مقاسات. لان فيه آآ المقاسات بتختلف من آآ بنوطة لبنوطة تانية. آآ لكن انتو لو هتمشوا على مقاسات الجدول زي ما قلنا مع بعض الجدول المقاسات للسيدات موجودة على القناة على فيديو خاص دي المقاسات. هبتدي بقى اشتغل مجموعة من السلاسل. زي ما احنا شايفين. انا هنا اشتغلت اربعين سلسلة وهاشتغل هنا كمان اربعين سلسلة. لكن هما دول مش هتلتزموا بيهم يا بنات. انا بس بقول عدد السلاسل اللي انا اشتغلته ولكن مش هتلتزموا بيهم. حبة تقليلي حبة زودي ما فيش اي مشكلة. هبتدي بقى اكمل لغاية ما اوصل لاربعين سلسلة وارجع له. السطر اللي جاي هبتدي بقى اشتغل على الجزء اللي تحت من الحمالة او البراء. هبتدي نشتغل بغرزة الحشو. التأسيس بس السطر ايه? الاول. هشتغل على الجزء ده بس الاول. هنبتدي نشتغل غرزة حشو على كل غرزة بتقابلني. انا بعد بس السلسلة بتاعتي. هارتفع سلسلة. وبتكون ارتفاع غرزة الحشو. غرزة الحشو بنشتغلها ازاي? بيكون عندك على الابرة حلقة. بس سيب سلسلة الاولى بروح لي رقم اتنين. اصحب الخيط واخرج معي على الابرة حلقتين بسحب بغرزة حشو. وفوق كل سلسلة بتقابلني من السلاسل اللي احنا اشتغلناهم اي ان كان العدد. هبتدي اشتغل في الحلقة الخلفية غرزة حشو واحد. لغاية ما بوصل لحد فين? لغاية ما بوصل للمكان ده. رجعت لكم تاني كده اشتغلت الاربعين سلسلة على اربعين غرزة حشو على اربعين سلسلة هنا هيقابلني العمود بالعرض. فوق العمود هشتغل اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. هنروح للسلاسل اللي بعدهم برضك اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. وكل عمود هيقابلني بالعرض. هشتغل عليه اتنين غرزة حشو. واحد. اتنين. اللي بعده. واحد. اتنين. وهكزا. واحد. اتنين. واحد. اتنين. اللي بعده. اتنين حشو. اللي بعده. اتنين حشو. واحد. اتنين. كده وصلنا للمكان في المنتصف الحمالة اهو. الزاوية بتاعتي. اشتغل فوقها غرزة حشو واحدة. تاني برجع اقرر. اتنين حشو. اتنين. اتنين. اتنين على كل عمود جاي بالعرض. واحد. اتنين. واحد اتنين. هنا ده اخر مكان عندي واحد اتنين. هيقابلني بقى المكان اللي هو عندي هنا ده. السلاسل ارتفاع اتنين واحد اتنين. العمود الاخير. واحد اتنين. هنروح بقى للمكان اللي بعده على طول. هنا العمود الاول. اشتغل عليه اتنين واحد اتنين. وبكمل بنفس الطريقة اللي اشتغلت بها الجزئية دي معاكم يا بنات زي ما احنا شايفين. باشتغلها على القطعة التانية وعا السلاسل كمان لغاية نوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر خلاص. كده خلصنا السطر بتاعنا نبتدي بقى نشتغل على الشغل بتاعنا من تحت. تمام? هنبتدي نرتفع في المكان اللي احنا هنشتغل فيه دوت سلسلة واحدة. بداية السطر بتاعي يكون سلسلة. اول فراغ تعالوا ناخد معنا بس خيط البداية عشان نخفيه معنا واحنا بنشتغل. ظهر الغرز. هنبتدي نشتغل غرزة حشو. هدخل تحت حرف الفي للغرزة وهدخل كمان تحت الخيط البداية ده. واشغل غرزة حشو. هنبتدي نشتغل. هلف الخيط على الابرة. اشتغلت في اول فراغ غرزة حشو. هسيب فراغين. واروح في رقم تلاتة. اشتغل ست تلاتة غرزة عمود بلفة. واحد. تلاتة. سلسلة مسافة. وفي نفس الفراغ هو هو كمان تلاتة عمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. هنسيب اتنين فراغ واحد اتنين ونروح في اخر فراغ بشتغل غرزة حشو. برجع تاني اكرر هلف الخيط على الابرة اسيب اتنين فراغ ورفع رقم تلاتة بشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بلفة كده واحد. تلاتة. هاخد سلسلة مسافة. وفي نفس الفراغ كمان تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. وبكرر بنفس الطريقة. هسيب فراغين واروح اشغل غرزة حشو. هسيب فراغين واروح اشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. حتى نصل الى نهاية السطر. وطبعا دي آآ شكل من اشكال غرزة الصدفة شرحناها مع بعض في فيديو خاص به. للي حب طبعا يرجعها. اتمنى ان هي تقول اعجبكم. بكمل بقى السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده في النهاية السطر بيكون عندي غرزة حشو زي ما ابتديت في بداية السطر. طيب احنا كنا شغلين آآ عدد الغرز اللي هو في الجزء ده بشكل تلقائي. يعني مش مكونناش محدين عدد نبتدي نشتغل عليه غرزتنا دي. طيب انا لما جيت اشتغلت اتبقى معايا في النهاية تلات غرز. طيب الحل ايه لو زاد معايا غرز? الحل ان انا جيت عند اخر بعدي طبعا عدد الغرز الزيادة اللي معي. كانوا تلاتة. جيت عند اخر تلات اماكن زي ما احنا شايفين من غرزة الصدفة. بدل ما كنت بسيب تحت غرزتين. لا سبت تلاتة. بحيس ان انا اخدت هنا واحدة من الثلاتة الزيادة اللي معايا. تمام? حطتها في المكان ده. رجعت اشتغلت حشو. ورجعت اخدت تلات سلاسل. رجعت اشتغلت حشو. ورجعت اخدت تلات سلاسل. سبتهم من تحت اشتغلت حشو. فبالتالي انا كده دخلت غطيت الجزء اللي هو كان عندي زيادة في الحرف. بدل ما اه تلغبتلي الغرزة بتاعتي والشكل يكون مختلف. لا انا دخلتهم داخل الفراغات اللي احنا ايه بين سبعة. يعني بدل ما كنت بسيب في كل الاماكن اتنين فراغ. لا هنا سبت تلاتة تلاتة تلاتة. تمام? يعني تلات مرات سبت تلات فراغات. تمام? وبعد كده بتديت اشتغل عادي وسبت في النهاية ايه الفراغين عادي زي ما احنا شغالين. يعني احنا طول ما احنا شغالين السطر بتاعنا انا بسيب من تحت اتنين فراغ. لو حصل ان عدد الغرز اللي معايا كي طلع زيادة هتبتدي تسيبي من تحت ايه? آآ بدل ما بتسيبي اتنين هتسيبي تلاتة. طيب العدد اللي انا بسيبهم تلاتة قد ايه? عدد الغرز الزيادة معاكي. انا زاد معايا تلاتة. فطلت مرات انا ايه? سبت تلات فراغات. تمام? علشان بس اعوض المكان اللي زايد معايا ده. طيب السطر اللي جاي ببتدي اشتغل خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. والف شغل الناحية التانية. وفي نفس الفراغ هو هو هشتغل كمان عمود بلف. انا كده كونت صدفة مكونة من عمود سلسلتين عمود. فوق الصدفة الكبيرة انا مش هشتغل في السطر ده دلوقتي. الصدفة كبيرة دي هشتغل في السطر اللي جاي. طب هعمل ايه? هاخد واحد اتنين تلاتة اربعة سلسلة. ولف الخيط على الابرة هسيب الصدفة الكبيرة كلها وعند غرزة الحشو اللي عندي هنا تحت. هبتدي اشتغل عمود. زي ما واحد اتنين وفي نفس الفراغ كمان عمود. تاني بكرر فوق الصدفة كبيرة اربعة سلسلة او خمسة سلسلة زي ما انت حب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة لو حبها مرتاحة لها كده كده مرتاحة يا بنا تبصوا. لكن لو حبينها مرتاحة خلوها ايه خمسة سلسلة. وابتدي اصيب الصدفة الكبيرة فوق غرزة الحشو اشتغل عمود. بلفة سلسلتين واحد اتنين سلسلة في نفس الفراء كمان عمود. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هلف الخيط على الابرة بسيب الصادفة الكبيرة فوق غرزة الحشو المبين كل صادفتين. بشتغل عمود سلسلتين عمود في نفس الفراء. لغاية ما بوصل لنهاية السطر في نهاية السطر زي ما ابتديت بعمود سلسلتين عمود برضك بختم بعمود سلسلتين عمود. ورجعت لكم تاني وكده بعد ما اضاف السطر رقم اتنين لسطر رقم واحدة تبتدي طبعا شكل غرزتنا البان. هنبتدي بقى السطر الجديد. اول فراغ عندي هيقابلني سلسلتين هيقابلوني واخر فراغ بيه قابلني هشتغل فيهم نص مجموعة. يعني نص صادفة من اللي كنت بشتغلها في السطر الاول. يعني ايه? يعني هرتفع سلسلتين واحد اتنين وهلف شغل الناحية التانية. هنا هيقابلني ايه? الاعمدة انا ما بشتغلش عليها يا بنات. هشتغل على سلسلتين بس. هشتغل بدل ما انا بشتغل صادفة كاملة هنا ستة. لا هشتغل تلاتة. واحد. اتنين. تلاتة. بعد ما اشتغلت تلاتة هيقابلني هنا يا بنات الخمسة سلسلة. وتحتهم المكان اللي فيه الصادفة الكبيرة اللي احنا قلنا هنشتغل فيها السطر اللي جاي. اللي هو احنا فيه دلوقتي. هبتدي اشتغل من فوق السلسل دي ومن فوق السلسلة المنتصف في الصادفة يعني هنا عندي واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة. بسيب الاعمدة من هنا ومن هنا وداخل السلسلة بدخل. وببقى رفع عندي على الابرة زي ما احنا شايفين السلسلة والسلاسل الخمسة. من تحتهم هسحب الخيط وهخرج. واشغل غرزة حشو. يبقى احنا ايه عملنا? زي ما احنا شايفين كده نص صادفة وقفلت بغرزة حشو الصادفة بتاعتي فوق الصادفة اللي كانت في السطر الاول. هلف الخيط على الابرة. مباشرة بروح للسلسلتين. دي صادفة في منتصف الصادفات. يعني في منتصف الشغل. فبالتالي بشتغل عليها صادفة كاملة. مكونة من تلاتة عمود سلسلتين. تلاتة عمود بلفة. واحد. اتنين. تلاتة. سلسلة عفوا. احنا هنا في الصادفة بنشتغل بس سلسلة. الصادفة اللي هي فيها عمودين هي اللي فيها سلسلتين. اما الصادفة اللي فيها ستة عمودة بيكون فيها سلسلة واحدة. وكمان تلاتة عمود في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة. طيب خلصنا الصادفة فوق العمود سلسلتين عمود اللي هو الصادفة الصغيرة. هابتدي فوق الخمس سلاسل بنزل بس مش تحت مش فوقهم هم على طول. لا. من فوقهم وفوق كمان السلسلة اللي كانت عندي في الصادفة في السطر الاول بنزل. وعندي السلاسل السلسلة والسلاسل بوردك الخمسة على الابرة وبشغل مرفقيهم غرزة حشو. اصبح طبعا السلاسل الخمسة دي هي مش بتبين معيها نهائي. تمام? لكن هي في السطر التاني بتبتدي عشان نحدد الشكل الرسمة بتاعتنا دي الفراغ دوت يكون ما بين الصدفات زي ما احنا شايفين. لازم السطر التاني يكون بالشكل اللي احنا شفناه. السلاسل الخمسة بتكون فوق الصدفة كبيرة لكن انا بخفيها لما بشتغل السطر اللي بعد. وببتدي اقرر بنفس الطريقة الف الخيط على الابرة فوق السلسلتين اللي في الصدفة اللي هي فيها عمود سلسلتين عمود بشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود واحد اتنين. تلاتة سلسلة كمان. تلاتة عمود في نفس الفراغ واحد. اتنين. تلاتة هنروح نعمل غرزة حشو فين? فوق السلسلة اللي عندي تحت. لكن معي السلاسل الخمسة فوق برضك بيكونوا عندي على الابرة. واشغل غرزة حشو. وبكمل حتى نهاية السطر بنفس الطريقة. طيب في نهاية السطر خالص يا رندا. هنعمل ايه? اخر فراغ بيقابلك. زي ما اشتغلت اول فراغ فوقيه اللي هي الصدفة طبعا الاخيرة دي. اول فراغ اشتغلت تلاتة عمود. اخر فراغ برضك هيكون عندي بس تلاتة عمود بلف. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين شكل غرزتنا. بيكون ايه? طيب. نبتدي تاني نرجع نشتغل اللي هي السطر بيكون فيه صدفات مكونة من عمود سلسلتين عمود. او عمود سلسلة عمود. هنبتدي نشتغل سلسلة واحدة. هدف شغل الناحية التانية. اول عمود بيقابلني باشتغل فوقيه غرزة حشو واحدة. سلسلتين مسافة. هبتدي اروح اشتغل اول غرزة حشو بتقابلني هي هي. هشتغل فوقيها عمود. سلسلتين او سلسلة يا بنات لاتنين واحدين بيدوا معانا نفس النتيجة واحد اتنين. في نفس الفراغ عمود كمان. كالمعتاد فوق الصدفة كبيرة في السطر ده مش هنشتغل. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. هلف الخيط على الابرة. هسيب الصدفة الكبيرة واروح لغرزة الحشو واشتغل عمود. سلسلتين عمود. خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الف الخيط على الابرة بسيب الصدفة كبيرة فوق الحشو بشتغل عمود. سلسلتين. عمود لغاية ما بوصل لنهاية السطر. خمسة سلسلة عمود سلسلتين عمود. خمسة سلسلة عمود سلسلتين عمود. في نهاية السطر زي ما ابتديت بغرزة حشو فوق اول غرزة وبعدها سلسلتين. هختم بسلسلتين وفي اخر غرزة موجودة عندي بشغل غرزة حشو. هرجع لكم في الجزئية دي نشتغلها مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر اخر حاجة اشتغلتها كانت الصدفة عمود سلسلتين عمود فوق غرزة الحشو باخو بعدها سلسلتين. وبروح لاخر غرزة موجودة عندي في السطر اللي هي تالت غرزة عمود. بشغل فوقها غرزة حشو. ببتدي تاني بقى السطر اللي جاي ارجع تاني اقرر السطر الاول اللي هو الصدفة. فاكرين السطر الاول اشتغلنا فيه صدفة كان بدايته حشو بعد كده صدفة حشو صدفة وهكزا. لكن السطر الاول كان على آآ غرص حشو. هنا انا بشتغل بقى على شكل الغرزة تعطي. تمام? هارتفع سلسلة ارتفاع الغرزة الحشو لاني هبتدي اشتغل في بداية السطر غرزة حشو. تاني هرجع اقرر السطر الاول. بس على شكل الغرزة الجديد. اول فراغ باشغل فوقيه غرزة حشو يعني حشو فوق الحشو اللي تحتها. هسيب السلسلتين والعمود. وداخل الصدفة اللي فيها سلسلتين هبتدي بقى اشتغل الستة عمود ما بينهم سلسلة. يعني تلاتة عمود. واحد. تلاتة. سلسلة واحدة. كمان تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. يعني اصبح السطر بتاعي كاني بالزبط اشتغلت ايه? نفس شكل السطر الاول. ابتديت بحشو بعد كده الصدفة حشو صدفة وهكزا. وبختم بردك بغرزة حشو. طيب هنا دلوقتي علشان اروح بقى اشتغل في السلسلتين اللي بعديهم اللي هما داخل الصدفة اللي بعديهم. هيقابلني الخمسة سلسلة. خلاص ما فيش اي مشكلة بابتدي فوق السلسلة اللي في الصدفة اللي تحتهم. اقفل بغرزة حشو. او اشغل غرزة حشو فيهم هما الاتنين. فوق السلسلة وفوق السلاسل الخمسة. زي ما احنا شايفين. ابتدي بقى الشكل الغرزة بتاعتنا غرزة الصدفة اللي احنا شايفينها دي. تبتدي تتكون وتبان معنا اكتر. تاني برجع اكرر خمس آآ ستة عمود ما بين كل تلاتة وتلاتة سلسلة. يبقى كده واحد. اتنين. تلاتة سلسلة. كمان تلاتة في نفس الفراغ. واحد. اتنين. تلاتة عمود. وفوق الخمس سلاسل والسلسلة اللي تحتهم. بابتدي انزل من تحت كل ده. واشغل غرزة حشو. وكرر حتى نهاية السطر بسوق الغرزة بتاعتنا بتبتدي شكلها يبين. قد ايه جميلة مميزة وسيمبل ورائية جدا. ابتدي اكرر بنفس الطريقة فوق كل سلسلتين. بشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود. فوق الخمس سلاسل. عفوا. بشتغل غرزة حشو ما فوق من فوق الخمس سلاسل وفوق غرزة الايه السلسلة اللي تحتها. لغاية ما بوصل لنهاية السطر في نهاية السطر هيقابلني ايه? هيقابلني السلسلتين يعني انا هنا بشتغل صدفة كاملة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ. هسيب بقى السلسلتين وفوق غرزة الحشو بروح اشغل غرزة حشو. وارجع لكم نبتدي نكون السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين شكل الغرزة بتاعتنا قد ايه جميلة مميزة. نبتدي بقى في نهاية السطر بعد ما اشتغلت الصدفة الاخيرة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود داخل السلسلتين اللي بيكونوا ما بين كل اتنين عمود. هبتدي في نهاية السطر فوق غرزة الحشو الاخيرة. هبتدي اشغل غرزة حشو كمان زيها. بالشكل ده. طيب نبتدي نكرر تاني السطر اللي هو ايه? آآ بيكون عندي هنا كان السطر رقم اتنين. تاني هبتدي اكرر السطر رقم اتنين. يعني واحد اتنين تلاتة تلاتة اربعة. ممكن نخليهم اربعة بس ونشغل عمود وممكن نخليهم خمسة. تمام? يعني انا بحب بديكم بدائل للشغل بتاعها. خمسة سلسلة. وفي نفس الفرق هو هو اشتغل عمود بلفة واحد. يبقى كده كونت ايه? الصدفة. الصدفة بتاعتي دي اللي بيكون آآ السطر اللي جاي فيه. دي بتكون آآ نص الصدفة فوقيها بيكون تلاتة عمود او اربعة عمود بلفة. فوق الصدفة الكبيرة دلوقتي هناخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. الف الخيط على الابرة فوق اسيب طبعا الصدفة الكبيرة. السطر اللي جاي بس هي اللي بنشتغل فوقيها لكن هنا فوق غرزة الحشوة اشتغل عمود. سلسلتين في نفس الفرق كمان عمود. وبكرر خمسة سلسلة عمود سلسلتين عمود خمسة سلسلة عمود سلسلتين عمود لغاية ما بوصل لاخر غرزة اللي بتكون غرزة الحشو زي الاولة بشتغل فوقيها عمود سلسلتين عمود تمام? او عمود سلسلة عمود لو هتشتغل باربع سلاسل. خلاص يا بنات بكمل بقى حتى النهاية السطر وهو هو السطر ده نفس تكرار السطر رقم اتنين. هكمله وانكرر تاني السطر رقم اتنين في السطر ده. وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص باقي سطر واحد بس ونبتدي نعمل الحمالة. هنبتدي بس قبل ما نعمل الحمالة. هنشرحها مع بعض. هاجي هنا عند المكان اللي في المنتصف. انا عندي هنا دي مكان غرزة حشو. هاجي في الغرزة اللي قابليها. حواريكم بس يا بنات ايه? بلون تاني. ونرجع تاني كامل السطر الاخير. هسيب مسافة من الخيط. وليف الخيط زي ما احنا شايفين حلقة على الهوى. وقفلها عقدة بداية. اسحب الحلقة الجديدة من داخل آآ المكان اللي هاشتغل فيه. خيط البداية بلفه بالشكل ده هنا. هرتفع سلسلة. ارجع اجيب خيط البداية تاني. الفه. سلسلة. كمان مرة. الف خيط البداية. سلسلة وكده بعتبر نفس اشتغلت اول عمود بلف. هلف الخيط كمان مرة. هروح اشتغل غرزة عمود في الغرزة اللي جاية. وبسحب معي الخيط. يبقى كده ده عمود اتنين. وفي الغرزة اللي بعدها كمان عمود. انا اشتغلت كده ايه? تلاتة عمود. هرتفع سلسلتين الف شغل من ناحية التانية. فوق التلاتة عمود هاشتغل تلاتة عمود زيهم. واحد. اتنين. فوق السلسلة رقم تلاتة باشتغل عمود. تلاتة. سلسلتين. واكرر فوق التلاتة عمود. تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة عمود. تلاتة. سلسلتين. وارجع الف شغل الناحية التانية. واشتغل تلاتة عمود. سلسلتين تلاتة عمود. سلسلتين تلاتة عمود. لغاية ما بوصل لطول الحمالة اللي اكون محتاجة. تمام يا بنات? وبنفس الطريقة برضك بيكون في نفس المكان التانية. انا عند الحمالة التانية بعملها بنفس الطريقة. طول الحمالة احنا شفنا بس الطريقة بتاعتها. اما طول الحمالة فده يرجع لكم تقدر يتعمل الارتفاع او طول اللي انت حابة. طيب. تعالوا بقى نكمل الجزء الاخير من الحمالة الصدر او البرا معنا النهاردة. في نفس المكان اللي انا وقفة فيه. هبتقدر تفع سلسلتين. والف شغل الناحية التانية. داخل الصدفة دي هيدي بتعتبر نص صدفة يا بنات. عشان كده قلت لكم في بداية السطرة ممكن تشتغلوا اربعة سلسلة او خمسة سلسلة. خمسة سلسلة على اعتبر ان هي آآ بتكون صدفة كاملة. ان انا ما حبيتش لغباتكم. تمام? زي ما انا هنا بشتغل عمود سلسلتين عمود. اما انا هنا يعني على الاساس ان انا العمود بيكون تلاتة سلسلة وسلسلتين يبقوا خمسة لكن هنا انا بشتغل نصف الصدفة. يعني بشتغل تلاتة عمود بلفها بس. علشان كده قلت لكم ممكن تخلوها سلسلة واحدة. كده واحد. اتنين. تلات. زي ما احنا شايفين. هنروح نقفلها فين بقى التلاتة عمود دول. زي ما احنا بالزبط اشتغلنا السطور اللي فاتت. من فوق الخمس سلاسل وفوق السلسلة اللي تحتهم اللي هي بتكون بين التلاتة عمود والتلاتة عمود بدخل واشغل غرزة حشو. تمام? طيب هنا هبتدي اشتغل آآ صدفة كاملة. فوق السلسلتين دول هشتغل صدفة كاملة. طيب هنبتدي نعمل خطوة بسيطة جدا ان انا هزود غرزة في المكان اللي في المنتصف. ده للسلسلة هشغل غرزة هشتغل عمود. اتنين. تلاتة. طيب هنا كنت باخد سلسلة دايما تحت. صح يا بنات? لكن انا مش هشتغل سطور تانية فوق السطر ده. ده اخر سطر بيكون موجود عندي في القطعة بتاعتي. فبالتالي هشغل فوقي غرزة بيكوت مش سلسلة. هاخد تلاتة سلسلة او خمسة لو عايزة غرزة البيكوت اكبر هتشتغل يا ست آآ خمسة سلسلة. واحد اتنين تلاتة سلسلة هسيب التلات سلاسل واروح للعمود الاخير اللي اشتغلته. بيكون طبعا شايفين حرف اللي هو الضلعة الامامي والخلفي? لا. انا هدخل في الضلعة الامامي اللي قدام وشي على طول زي ما احنا شايفين اهي. حاول قرب شوية هدخل في الضلعة الامامي. والحلقة اللي في جسم العمود اللي هي بتكون خلف الحلقة اللي هي الامامية للعمود نفسه. اهي يا بنات. واسحب الخيط واخرج من تحت الحلقتين. اتبقوا حلقتين على الابرة هاسحب الخيط واخرج منها. كده بكون شغلت غرزة البيكوت فوق العمود رقم تلاتة. هبتدي اشتغل كمان تلاتة عمود. واحد. اتنين. تلاتة. فطبعا الشكل اللي بيكون مقصود هو الفستون او الدائرة الصغنانة او نصف الدائرة دي بيكون موجودة عندي في وسط الصدفة او في منتصف الصدفة. ابتدي اروح فين تاني? هروح للخمسة سلسلة والسلسلة اللي تحتيهم. اشغل غرزة حشو. تاني برجع اقرر. غرزة صدفة مكونة من ستة عمود. ما بينهم غرزة بيكوت المرة دي مش سلسلة. هبتدي اشتغل تلاتة عمود منهم. واحد. اتنين. تلاتة. فوق العمود رقم تلاتة. هنشتغل واحد اتنين تلاتة او خمسة سلسلة بنات. لو عايزة الفستونة دي اعلى شوية واطول اشتغلي خمسة سلسلة. هنسيب التلات سلاسل. او الخمس سلاسل لو اشتغلنا بيهم. واروح للعمود الاخير اللي انا كنت شغلاه. بدخل في الفرانت لوب. والحلقة اللي خلفه على طول داخل جسم العمود. اسحب الخيط واخرج من الحلقتين بس. انا كان معايا حلقة اساسية. والحلقة اللي سحبتها بقى اتنين. هاسحب الخيط واخرج من الحلقتين. وبرجع تاني داخل الصدفة لفوق السلسلتين. بشتغل تلاتة عمود بلفة تاني. واحد. اتنين. تلاتة. هبتدي اروح لي السلاسل الخمسة والسلسلة اللي تحتهم. اشتغل من فوقهم غرزة حشو. زي ما احنا شايفين بصوا بيكون طبعا في النهاية الشكل بتاعي من تحت بيكون هو كله في السلنات بالشكل ده. او آآ غرزة بيكوت فوق الصدفات بالشكل ده. طيب احنا كده الجزئي دي اشتغلنا فيها كم سطر? اشتغلنا فيها. واحد. اتنين. تلاتة اربعة خمسة ستة سبع سطور. زي ما احنا شايفينهم بالشكل ده. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو بتاعي النهاردة مش هطول عليكم. خلاص انا كده خلاص الجزء بتاعي بيكون تمام. بس بقفل الجزء ده من تحت زي ما احنا شايفين. وهنا بتتقفل بيه آآ كليبسات او اللي هي بتكون الحلقات اللي ما بينهم بتقدر تشبكيهم مع بعض. انا مش بس عارفة اسمها ايه? انتم اكيد عارفين اسمها ايه بصراحة. آآ او ان انا بشغل مجموعة سلاسل وبربطها من هنا الهنا الهنا الهنا. زي ما احنا طبعا عارفين بشكل ايه الضفيرة. لكن بكده بكون وصلت معكم لنهاية الفيديو بتاعي النهاردة او نهاية فكرتي النهاردة. اتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان انه لا اعجبكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا ازا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. بتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد وما تنسوش كمان تتابعوا صفحتي على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.